السلام عليكم كيف حالكم مئة واربع واربين أخيرا نصلناه رقم مميزة أنا أشوفه فحقين البيسي كذا عندهم أرقام مميزة المهم عندنا تخفيضات نهاية السنة زورد بيسيات تجميعات هذا الفترة الحق ما تلحق اللي يمدة يعني حصرية خصم 25% موجودة في أمازون السعودي وشحن سريع مباشر وبرضه موجودة في موقع زورد تفاصيل يعني بتشوف تفاصيل أو زي كذا التجميعات اللي تكلمنا عنها في رمضان تذكروها جينيسيس البرونزية إلى الألماسية موجود أرخص الأسعار اللي هي البرونزية إلى الألماسية فعندك أربع تجميعات عليها خصم وبرضه عليها تقسيط هذا الشيء الجديد حلو هنا أن التجميع عليها تقسيط تقدر تسوي حتى تجميعها بـ 430 ريال في الشهر لأن ما تقسط المبلغ كامل إمكانية تقسيط على ستة شهور يعني في مدة أطول من التاب العادي لأن التجميعات غالية ففي ناس ما يقدرون تفاصيل التشهور ما هدوها لكم بشكل أفضل فأشيكم عليها موجودة في الوصف ضمان سنتين على التجميعات معروف زورد ولا غلطة ما شاء الله تبارك الله وهذا ستة عزوز ما شاء الله تبارك الله يعني جاي رائق مرة غرفة نظيفة كورات كلها تفتح النفس أبيض في كل مكان حتى البسة الأبيض نانو ليف وشاشتين جاي مرة جميلة فوق بعض يعني نظيفة على ستنت على الطاولة وبرضو كندنسر جاي برضو على ستنت خاص فيه جميل موس رجتك جي 502x كيبورد رجتك جي 915 موس بادنزيكستي 700 كل المتناسق الألوان جميلة القطعة هذه الدائرية مع الكيبورد تفاصيل يا حبيبي تناسق الألوان مع سبيكرين يمين ويسار سلاك مخفية بشكل جميل وفي النص فيه فقر الشاشات الثنين ازوز مية وخمسة تنهرت كلهم نفس النوع يقول أنه صبغها أبيض يعني اللون يصبح مضبوط فيعطيك العافية صراحة ترتيب ولا أحلى لأنها تأتي سوداء فعلا لأنه بعدين يطور للتوكي قريب الرسمة اللي عليه صارة ستاب حلوة مع النانو ليف كلها كده ضخمة مميزة لتجميع الستاب كله حلو على بعضه كابل مانجمنت أسطوري يا حبيبي أنا من زمان ما خقيت على ستاب كابل مانجمنت تنظيم وتنظيف يا شيخ شوف كيف الستاب نحيف ونظيف لا يوجد أسلاك وكله أبيض وبيض تشعر أن الستاب كله ويرلس حتى ترتيب النانو ليف أسطوري لا يوجد أحلى من هذا الشكل أهنيك على الإضاءات الخلف الشاشات والطاولات يعني هذه اللمسات لا يلاحظها تعطي جو مختلف لا دخلنا على البي سي يا حبيبي نخش عليه كله أبيض وبيض مع المراوح قتليا لي أعطى لوك أسطوري الكيسينزيك سي اتش ناين فلو مواصفات البي سي اي سيفين 11700F على رامات كورسيرا 32 جيجا بايت وايت وكرتة 4070 تي اي جيجا بايت وايت اديشن برضو أكيد يعني اللون أبيض وبيض منتجر فلازمة الكارت تكون أبيض بصراحة أهنيك على الستاب والبسة لفوق الكيس إضافة جميلة انت ضبطت الصور نظيف يعني دائما نشوف غرف فخمة وضخمة وفيلم والستاب وتلقاء لكن انت هنا الغرفة عادية انت ما صورت غرفتك كثير في الصور بس منطقة السيتاب لكن السيتاب اسطوري مرتب مرة مرتب يعني ما في اكثر من كذا لا تسوي شيء لا تضيف شيء خلاص رتب الغرفة الباقي يعني خلي السيتاب زي ما هو لا تلمسه يعطيك العافية حبيبنا نروح للستاب اللي بعدك من الأخ دراغون وهذا سيتاب دراغون قد شارك قبل لكن عندما نرتب وضبط أشياء واشترى أشياء جديدة يعني خلي السيتاب بشكل مختلف الشاشة الألترا وايد مع شاشة جانبية سايرها 34 بوصة الشاومي اللي قدامه 144 هرتز والثانية ديل 60 هرتز ثلاثات أمازون وراء تغطي المساحة وفوق زي الإضاءة اللي فوق برضو تعتجوه أبيض فبيض برضو نظافة في الكابل مانجمين تقدر الإمكان يعني مرتب توصيل الغرفة الباركان خشب حلوة يعني أعطيت عمق في المنطقة مع جلسة حق أفلام شخص واحد مروق الأخ في الغرفة يعني واضح الراجل يعني تحية لك صراحة أنا أقدر الناس اللي زيك يعني تك في غرفته شكلك من الناس اللي يحب تك في غرفته ماي بغث الشارع وتكو وطلع وسوي حادث وقرف رأس قاعد في البيت طبعا هذا شيء مو كويس على المدى الطويل لازم تطلع في الأخير لازم فيتامين دي شمس راحة نفسية من بره البيت لازم تطلع مقدرة الأمكان فانتبهي خليك متوسط في النص يعني في البيت حلو بس برضو لازم تطلع شوية الزبدة يرجع لموضوعنا عندكم الكيس رويكس برو جيمينج سبعة مراوح وأوروس وترفورس 360 ميلي تبريد مائي زيت 790 المزر وثلاثين جيجابايت رام RTX 4070 Ti الكرت وi9 10900K المعالج ما شاء الله تبارك الله يعني أغراض بي سي جديدة هو كاتب لأنه شراء قطع جديد فأكثر كمواصفات التطوير عن السيطة القديم كيبارت دوكي 2 وماوس غلوريس موديل أو ومايكروفون 5 والشاشة 65 بوصة تي في مونيتور وهي الشاشة الكبيرة يعني سيتب جميل فقرات متنوعة في الغرفة في كل مكان يعني في رفين ثلاثة رفوف يضع عليها كراتين زايدة فقرات صور ساعة في النص تعطي جو يعني في في آر برضو عنده غرفة جميلة صراحة أهنيك عليها تكمل زمان تلا تغيرها مبروك عليك السيتب الجديد البي سي يعني الجديد يطيك العافية يا حبيبا نروح للي بعدك من الأخ محمد وهذا سيتب محمد جاي في غرفة رمادية تقريبا وحاط سيتب الكونسول على جنب مع السرير والبي سي على جنب يا حبيبي واستمتع في الحل مكيف سبلت مع السيفين اللي ثلجين طول الوقت وبعض الإنارات الخفيفة يعني هنا وهنا وراء الطاولة زي كده تعطي لمسات موسم اس اي واركي الكيبورد عندكم مواصفات البي سي آيفاف 11400F في المعارج RTX 2060 سوبر الكرت والأمور طيبة الشاشات AOC 240 هرتز 27 بوصة والثانية LG 144 هرتز 24 بوصة الجانبية مع البي سي كل الأمور طيبة أرضية نظيفة قدر الإمكان مع الكرسي ثلاجة على اليمين صغيرة ومفيدة ثلاجة هذه حلوة تفرق في الستب وتأخذ مشروب سريع فارد عور فحلو إذا أردت تطورها ممكن تضع أشياء مثل صور أشياء تحبها بوسترات أو فقرات براحتك يعني أنا عن نفسي لا أحب الفقرات لا أحبها في غرفتي لكن كل واحد في الأخير راجع لك الموضوع ممكن تضع إضاءات في الجدران أو أشياء أعطيك العافية حبيبنا نروح للستب اللي بعدك من العراق من الأخ همام النعيمي والله والنعم وتحية الأهل العراق على رأسي وهذا ستب الأخ همام يعني جاي وردي في وردي الإضاءات بشكل عام بس لما يشغل اللمبة الأساسية هذا الستب قدامكم جدار أسود مع جداره وقيتار على اليمين وباقة ورد على اليسار تلسكوب على اليمين لا أعرف الموضوع ماذا جاب التلسكوب هنا لكن قال دعونا نضيفه في الستب يعني يعطي جو وستب رائق يعني جاي بالطاولتين والطاولة خاصة للموسك كيبورد فيه يعني وسع شوية في الستب هنا ما هو ضيق جي 502 هيرو الموسك كيبورد ريد دراجون هاي بريكس ألف اس مواصفات البي سي مواصفات البي سي قديمة نوعا ما لكن عادي يسلك بقى لعب اللعاب اللي تقدر عليها 1080p وزيك كذا يعني بور 700 واط والكيس هذا بابلوس اسمه متور الثلاثة مراوح جاي سبيكرات بشكل عام فيه في الغرفة أو في الستب يعني طاولة خشبية يعني ستب بسيط حق شاشة واحدة حب حب يتطور إن شاء الله ونشوفك في أماكن أفضل وتتطور أكثر في المواصفات إن شاء الله يعطيك العافية ان نروح للستب الأخير من الأخدح حوم الأفضل كذا اسمه ما نعرف هو قصده اسمه ولا قصده هذي مدحلية في المشاركة ما نعرف بس كاتب أول شيء فأكيد إنه هو اسمه كذا أو حياك الله يا حبيبنا هذا ستب الأخدح حوم الأفضل جاي يعني ستب ما شاء الله تبارك الله مرتب غرفة يعني نظيفة طاولة نحيفة فتعطي جو كذا منميليس الجدران نظيفة وفيها زخارف برضو فيه لوح جميلة وإنارات تسقع فيها كيفية إناارات متنوعة وفيه باكمان وفيه وفيه بوكس على استفهام يعني تعطي جو هذي وانا نلف في النص ورفين يمين ويسار مع كويك ريفايف أو المشربات الزوم بهذه فالغرفة يعني فيها تحس فعاليات بالإنارات ماوس غلوريوس موديل دي ويرلس والماوس باد والكيبورد من غلوريوس برضو الشاشة سامسونج اوديسي جي سبعة 2K ٢١٤ هرت سبعة وعشرين بوصة ثانية طولية بينكيو ١٦٥ هرت ٢١ بوصة كلها معلقة بستاندات عشان تعطي نظافة في الستاب وما تسوي إزعاج في سطح الطاولة سماعات ريزر ومواصفات البي سي عندكم اي فايف ١٤٦٠ كي ما شاء الله اخر معالج نازل على ارت ايكس ٤٦٠ تي اي ١٦ جيجا بايت في رام ورامات ٣٢ جيجا بايت كورسير هذا بي ١٦٠ امس اي واي فاي باور ١٥٠ واط ازوز ٢٦ مبرد مائلين لي ٣٦٠ انتزيك سي ايش ٦٧ فلو الكيس جميع اضاعات في الستاب يقول مدعومة مع اليكسا فالأمور طيبة ماشاء الله كستاب يعني متكامل اخرى مواصفات احدثها بشكل عام كبي سي يعني كرت معالج رام كل ولا غلطة كامير مانج متقدر الامكان كويس يعني ما هو الافضل بس ممتاز احسن من انه يكون مرمى في الارض فلو لا تصغير في شيء نانو ليف الامور طيبة ماشاء الله بعض الفقرات اللي طائحة من فوق التحت خفيفة ما كثر فأطت لك يعني نبتات خفيفة ويعني سيتاب جميل يا حبيبنا اعطيك العافية ولا غلطة صراحة ماشاء الله ممكن انك تسوي سيتاب كونسول هذه الفكرة اللي جاء لك لكن لا تسوي شيء في الغرفة والتصميم اعطيكم العافية جماعة لا تنسوا تشايكوا زور التحت في الوصف رابط حقه وبرضوا شيكوا مجري دحكار في اشياء حلو ان شاء الله شكرا لكم مع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة